شارك رئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن صرح المتحدث باسم رياسة الجمهورية أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية حيث حرس الرئيس على تنسيق المواقف مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة واستعرض الرئيس السيسي خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة مشيرا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصار المساعدات الإغاثية إلى أهل القطاع هو ما نتج عنه إدخال الآلاف من الأطنان من الوقود المواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهل القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهل القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة